جوزها البشار الأسد عشان يتخلص منها ولما معرفش رماها في مستشفى المجانين وعيش هناك بقالها 22 سنة حكاية النهاردة أعرب من الخيال عن بنت الرئيس السابق محمد حصني مبارك واللي رفض الاعتراف بيها لأسباب غير معلومة تعالوا نقولك التفاصيل من 12 سنة في أحد البرامج الترفيزيونية طلعت بنت اسمها سوهير من صحة الأمراض العقلية وقالت إنها بنت الرئيس محمد حصني مبارك وامرات بشار الأسد كانت عيشة ومتهنية طول حياتها على الرغم إن أبوها حصني مبارك رفض يعترف بيها وحاول يخلص منها بعد الطرق عشان يكتفي معلاء وجمال في البداية جوزها البشار الأسد لكن لما الموضوع مكملش رجعت على مصر تاني وهنا قرر إنه يحطها في مستشفى المجانين طبعا إميس كلها تقول دي أكيد مجنونة أما الأهلاء هيجبوها في المكان دليل أكيد كل الحكاية دي من تألفها لكن كان في حاجة غريبة هتخليك تشك إنها فعلا بنت حصني مبارك أولا التطابق التام في الملامح بينها وبينه وكانت فيها شبه كبير من سوزان مبارك ثانيا إنها كانت بتتكلم أكتر من لغات منها الفرنسية والإنجليزية وكانت بتتكلمها بطلاقة وتخرجت من كلية التجارة على الرغم إن في الوقت ده محدش كان مهتمي يعلم أولاد لغات إلا الطبقات العالية ومش بس كده سهير كمان كانت مبتزنة جدا في طريقة كلامها وقالت للمزيعة أكتر من مرة أنا وعي لكل حرف بقوله ولو مجنونة ما كنتش هتصوري معي والمزيعة أكتر على كلامها إنه تقرير المستشفى بيثبت إنها فعلا مش مجنونة طبقا ما لسهير بتعمل إيه هنا سهير كملت روايتها وقالت إنها في البطاقة اسمها سهير رجب لكن رجب ده يبقى عمها وأبوها الحقيقي محمد حصني مبارك واللي اكتفى إن يكون عنده ولدين وقالت إنها مش عايزة منه أي حاجة هي عايزة تخرج من المستشفى واتبطل تاخد الأدوية اللي بتاخدها لإنها عقلة ومش محتاجها الغريب إن سهير كانت عارفة كويس قوي الجرعات بتأثيرها السلبي عليها يعني مستحيل تكون مجنونة لإنها ما كانتش هتفهم أي حاجة من دي لما المزيعة خلصت اللقاء معها الممرضة بدأت في شرح حالتها وقالت إنها عندها نوع من أنواع انفصان الشخصية وده بيخليها تتخيل حياة شخص تاني وتتقمص الشخصية دي لكن سهير ما كانتش تنبق أي حاجة غير إنها تخرج من المستشفى اللي قضت فيها 12 سنة واللي لو هي موجودة لوقتنا هذا هناك هيبقى بقالها 22 سنة الناس رجحت حكتين الحاجة الأولى وهي الأقرب للتزديق إنها فعلا مريضة نفسيا وفي فرق بين المرض النفسي والجنون خاصة إن انفصام الشخصية بينطبق علي كل المواصفات دي وفي ناس دانية شايفة الليلة لأن في شبه بالشكل والملامح مع طريقة الكلام وكل حاجة بتقولها والسهير مش مجنونة وفي احتمالية تكون بنته فعلا دلوقتي الجدر بتقوله لنا شايفين إن فعلا السهير ممكن تطلع بنت حصني مبارك ولا مريضة نفسيا ولو هي يا بنته إيه السمب في إنه يتخلى عنها ويرميها في مستشفى المجنين